اشتركوا في القناة 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 خطر النزف اشتركوا في القناة 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 عند مبزيح مواقع الأضباط طبعها على مستوى النقل على مستوى البلازمة مثل في الفيبرات شديد الفي أكثر من الواقعين أو الفينين بوتازون أيضاً هو من إنسيل تأثير على الإرقاء ممكن تزيد إمكانية النزف إذا شاركنا مع مركب آخر يسبب مليوع الدم مثل أسبرين مثلاً أو أحد أدوية الإنسيل تصمير أنزيمات الكبد هو أيضاً طريق آخر من زيادة من أشهر مصبطات الأنزمات الكبدية الكرونبية مضادة الفطور لاحظة مثل كتوكونازول مثل كتوكونازول مثل كتوكونازول وأيضاً طريحات حمض البول وأيضاً عن مضادات الهيستامين في القرحة المعديمة السيميتيتين في مركب مثلاً أن يستقلب الكبد يكون أكثر أن في الأنزمات السلامة وراء التختلاص وراء التختلاص أكثر أكثر من أشهر متى يمتص تأثير مضادات التخفر أو مضادات الفطور حلق إذا كان نشطنا جميس الكرونبية أربعين وفمسين من أشهر الأدلة هو مضادات التخفر لأنه نعطيها مجموعة بي بي اس بي ما حكينا مخلنا مثلاً الدم منقل البلازمة المجمدة أو المركزة بعوامل بي بي اس بي هذا من كل سنة طريق الوريدة أو تأثيرها أهم ما حكينا شكل مباشر أو أنه نعطيها الفيتامين كاف ببطء عن طريق الوريد طبعاً تكون متأثرة قليلاً من 6 ساعات لكن أعطاء مجموعة مجموعة ومركزة بي 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 اس بي تقوم بتأثير آل لأنه تعاكسها فوراً تقوم بتدخل موضوع الإرقاء ما أهم المشاكل يمكن أن تصادفنا بإعطاء الفيتامين كاف الفمويل أهم المشاكل هو التداخلات دوائية أو دوائية غذائية صح؟ عندما يكون غذاء غني بالفيتامين كاف سيكون عاكس أو تدخل دوائل تدخل دوائلة ما حكيناه لا 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 تخيل شيء قائصاً أو زيادة حكيناك نتدخل الدوائل الزائية حكيناه من بعض الأغذين الموض في فيتامين كاف الفيتامين كاف الموض في فيتامين كاف ومتأسو 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 واتنينة كاف كله كاف ورنزو كاف ورنزو كاف ومتأسو عن السغانة عن السماء الخضروات بشكل عام الخضروات ومتأسو ومتأسو طبعا المشاكل والصالف في موضوع فعالي هو التغييرات فراسية في عملية الاستقلال منلاحظ في فروق فردية ما بين شخصا وآخر في عملية الاستقلال منلاحظ زرعة فعالية للناس تكون غير فعالية للناس استجابة المشاكل التالية نحن نعاني منها هي النابسة لذلك كنا نحن مضادسة مناقبة ومناطرة دوائية غير مناطرة للموضوع الفعالي اللي هي مناقبة وإنما منظراك موضوع الجرعات نضبطها في مستوى البلازة ونشوف نحن نحيز البلازة وكل عام نحن نعاني منطرة كيف نحن نعاني منطرة المشاكل السابقة ثلاثة؟ نحن 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 ونحن نحن 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 داخل كل جهة كما منطق Server يجب عليهم أن يستمر في الوقت إن كان فلخصي تلك شوية طيب خلصنا من مضادات فيتاميكاك يعني أنه يعمل على منع الإصطناع العوامل التخدرية لأربعة نحكينا عن البي بي اسمي هلأ قلح نتفل على المجموعة الثانية بدأ وهي مضادات تفعيل عوامل التخدر يعني تثبت تثبت تعالي تثبت تفعيل عوامل التخدر فيه اشترون اللي هي مثل عاشق والترمبي شوف عندنا كان نوعي منها مباشرة تؤثر فورا ترتبط مع العامل التخدرية وغير مباشرة تحتاج إلى أنتترمبيل تري كوسيط الارتباط كأدابتر الروتين حتى يؤدي لفعاليين إذن عندنا مثبتات غير مباشرة من أشهرها طبعا من مثبتات غير مباشرة للترمبيل لهباريناد مثبتات غير مباشرة للترمبيل عنهباريناد مثبتات مباشرة للترمبيل لديزوريدين والدبيكاتران وعندنا مثبتات العامل العاشر مباشرة ومنها غير مباشرة وعندنا مثبتات غير لامبابي وعندنا مثل الثبعات غير مباشرة للترمبين إذا أرون من الحين وهو مباشرة وعاشر مباشرة هل سوف ترونوه الريفر بسبام والفندبان يقوم في المباشرة سوف نرى الـ بيكاتران والدسيرونين وغير مباشرة على الترمبين سوف ترونوه هي الهبارين سوف نبدأ منه الثبعات غير المباشرة للترمبين يعني هي الهبارين إذن نرى الهبارين الهبارين التي تعمل على الترض واحد في بشكل غير مباشرة سنلاحظة أن الهبارين مظاب theology موجود بشكل طبيعي في الحمضاء وموجود في الخلايا البديني وموجود فيصح الجزئاء الكبير مؤلف على معقد يعني طبعا الهبارين مع ال� demás إذن مرتب ملاحظة الهبارين في الخلايا البديني مرتبط مع ال�iment客 هذا الهبارين ممكن استعملوا أغراض تجارية أخرى في السوق طبعاً استخدوا بصومها مع الخنزير ممكن بعضهم استخدوا مع الخنزير طبعاً لدي تأثيرات أخرى تجارية في السوق ممكن كل شيء أهم لي تأثيرات تجارية ممكن ما هو أهم شيء الهبارين هبارين غير موضوع أنه يستخدم المتابعات تخطبون ممكن شو نستخدمه تجميل موضوع إزالة الندبات إزالة الندبات ممكن نستخدم المتابعات شلون اللي علي ضيور ماشيو علي حطه على الندبين محارة موضوع يعني موضوع موضوع ألي التأثير اللي كان تثبت عوامل تخطب والترمبين 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 بشكل غير وعشر لا يؤثر على الخطرات المتشكلة سابقاً حكينا يا أبي ما له علاقة الخطرة تشكلت سابقاً خلاص ما عدده علامة وإنما يؤثر على العوامل اللي بدت تدخل في الشكل يثبت العوامل اللي بدت تجمع مع بعضها مشان تشكل الخطرة أما بعدها شكل خطرة يعني وبالتالي الخطرة بدك تحلها بالهبارين نطس بدك حلات خطرة نجرب ما تشكلت الخطرة لا ينفع الهبارين لذلك شو ما نعطيه إلى أول نعطي حلات الخطرة ثم نتابع بالهبارين ثم ننتقل إلى مضادات فترين شايفين شلون إذا حال خطرة ثم هبارين ثم طبعاً إذا حال خطرة هبارين هذا مطور الإسعافة الوقائة ننتقل على مضادات فترين لماذا الهبارين ما هو قمنا بيمنع أنه تشكل الخسرة فإذا هو وقائة ممكن نستخدم كويقائة لا نستخدم حتى بالقسم الإسعافة بعد ما تطعوا شيء حال خطرة نعطي هبارين حتى نعطي حالي مضادات فترين حتى نرجع التفعيل مرة تانية ما تركي تشكل خطرة مرة تانية هذا هو سريع ما هو الوقائة فترين ماهي؟ هو أسرع من الوقائة فترين جمع تفعيل العوامل منعطي تشكله فوراً لما الوقائة فترين تقفت سنات التياسة فترين طيات فترين طويل حتى نحل الخطرة وبنمع أن نتشكل مرة تانية جديدة عطني أعطاء الحبارين هذا يعني وقائة بس إشه وريد سريع وريد 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 بعد ما ننتقل على الثموة الوقائة تمام؟ وريد وجزح من الهبارين لا يؤثر على الصموة بضبط الصموة موجودة مشكلة نهي؟ إذن راح نشوف أنه لا يؤثر على الخطرات متشكلة سابقة بل يسمح لآليات طبيعية العامة لحل الخطرات متشكل إخلاء الحياة تطبط العام العاشر الفعال وطرم بيه بشكل أيها المباشر حكي لأهلاكم شوي يمكن تمييز نوعين الهبارين لدينا هبارين غير مجزئ اللي اسمه إعش الهبارين لا يوجد جزئي منخفض صغيرة صغيرة مجزئة مجزئة المتحدة الهبارين القياسي أو ما يسميه غير مجزئة هنا يمتلك فعالي يكون هو كالتشهر مستططن كبرت السلاسف جزئة عادي سكري مكبرتي يعني فيها كبرية طبعا توجد في العضوية في خلايا البديمة نحكي لها مطبط الأسلامية وزن الجزئي بين 5030 ألف تالتون وسطيئة و 12000 ألف تالتون و 12000 ألف تالتون تمام هاي بالاسمه له UH أما اللو مولكيول وايت هبارين يعني ذو الوزن الجزئي مخفض هون تشتق من هبارين القياسي نفس هبارين السابق نجزئها السلاسف ونقصصها كيميائية كيميائية كما حكينا أو أنزيميا نقصص الUH ونحصل على أوزان جزئي صغير خضبون نحضب لـ 2000 ألف تالتون يعني نحضب لـ 4000 ألف تالتون يعني نحضب لـ 4000 ألف تالتون ما بدل ذلك فلسفتا عشر ألف تالتون هذا خمس تالتون هذه البنيات الصغيرة ما بدل لا تبليك فعلية مصدية لا تبليك فعلية مصدية لا تبليك فعلية مصدية فالذلك ما بدل شوف الأحراء إلا رد التفعل مناعي لأنه رد التفعل مناعي سيحصل لدينا مشكلة لا تحكيها إزداد استعمال هبارة إزداد استعمال طبعاً وزن الجزئي الصغير مقارنة من زاد وزن الجزئي الكبير على حساب في معالجة من الصنامات الخرية وردية أو التنادرات لماذا؟ سيحصل لدينا where يمكن أن تحكم تحت الجزء لكن المؤمن رد التفعل على الأسباب الثانية يمكن أن تحكم تحت الجزء بجرعة مناسبة حسب الوزن يمكن أن أعطي النتائج المشابهة للسابق أو يمكن أن تكون أفضل في مراقبة حياتاً إلا في بعض الحالات التي يقوم بما لكن لا تبليك لكل المختبرات بعض المختبرات حاجة لدينا اللذي的 لدينا المراقبة تبعيد تكلفته أقل نصف عمرو أطول ممكن استعماله فترات طويلة جرعة وحيدة أقل إحلاف اللازف وخاصة متلازمة نقص الصفحات المحدثة بالهبالين الهياسي في عنا متلازمة نتيجة الفعالية المناعية ويشكل مصدر وتنفرز أبضاء اتجاهه وبالتالي يصنع عنا متلازمة نقص صفحات محدثة بالهبالين الهياسي بالهبالين الهياسي هذه المتلازمة نقص صفحات محدثة عندنزوف فإذا كان لدينا نزوف سببها استخدام الهبالين الهياسي سببه نقصان الصفحات نقصان الصفحات ناجم على الرد الفعال المناعية حيث نقص الصفحات بالرد الفعال المناعية هذه المه لا تفعله تحتضي بمجزء الجزء الصغير لا تحتاج من المصدر وبالتالي نقص صفحات بالهبالين où ت PF هي أفضل شايفين؟ إذن لذلك زاد استعماله طيب هوني قالوا لو كان نحن في شاله وهمي لا يمكن معاكس تأثير هذا الوزن الجزيئ بالبروتامين لا يمكن معاكس تأثير بالبروتامين المستعمل بالمعاكس فقط لمن يكون كياسي هذا الوحيد من المتفاعلية ممكن نعاكس فيه لماذا؟ حجمه كبير بحسن العاشل والصباحات ما هي آلية التأثير الفارماكولينيكي؟ الهيبارينات قلنا مضاد تخطر بآلية دي آلية مضادة للترومبين وآلية مضادة للعام العاشر في عام هو الـ X تعتمد هالتأثيرات مضاد تخطر على بنية على بنية وجود بنية الخماسية السكرية موزعة بشكل عشوائي على سلاسل الهيباري طبعاً السلاسل الطويلة هي اللي أكتر مطمنطعش تصبط الترومبين والعامل العاشر بفعل بينما السلاسل القصيرة اللي هي تبع الوزن الجزئي المنففضة السلاسل الأقل مطمنطعش نشوف تصبط العامل العاشر فقط طيب حكينا عنه السلاسل القصيرة إذن لا تمكن أن تسبت على الترومبين عادي و بس أطعنا على العاشر وقتنا يعني كل شيء إذن بس كان عندنا سلاسل أكتر مطمنطعش تحسن تسبت على الترومبين تحسن تسبت على العامل العاشر فقط بس قصرت ما تختصت على الترومبين ستسبت بس على العامل العاشر فقط شايفين راح تسبب على العام العاشر فالله إذا ما يمتلك فعاليه أو ما يمتلك بني أكبر من سلسلة أكبر من 18 راح يسبب الترمبين والإكس أكتيف أم بسرة ثلاثة قصر راح يسبب فقط راح يسبب فقط العام العاشر شوفوا آريك تأثير هباري شوفوا آريك تأثير هباري شوفوا آريك تأثير هباري طيب التأثير مضاد الترمبين أنتترمبين اللي عم يحكي عنه اثنين ألف عام التركيب الخماس السكريدي هذا يمتلك الف كبير لمضاد الترمبين أنتترمبين تري وهو ألفا 2 جلوبولين يعطل شكل درجة ترمبين أثناء شكل جدا هل هبارينات ترتبط مع الأنترمبين تري وبالتالي يزيد فعيتها لآلاف المرات كما حكينا من شوء وبالتالي من دول موجود بمعينة أنتترمبين تري ينتج التأثير ينتج عن تأثير مضاد الترمبين تصبيت الآدي طيب صبتنا الترمبين الفعال شو رح ينتج شو هي تأثيرات إذا صبتنا الترمبين الفعال شوفوا ينتج عن تأثير المضاد للترمبين تحول الفبرينوجين إلى تثبيت تحول طبعا في الوقت تثبيت ترمبين يحيثثبت تحول يعني يتثبيت المراحل ما بعد الترمبين هيك المقصود تثبيت تحول الفبرينوجين إلى فبرين إذن هاي أول مرحلة من الفبرين هو المشكل العلاقة أو المشكل يعني الخطرة تتجمع الصفحة اثنين يتثبت عندنا ثبات التجمع الصفحة ما بصيفة تجمع الصفحة تمام يتثبت عندنا تفعيل العوامل التالي 12 و 12 والتسعة والعشرة صح هاي اللي نحكينا عنها الداخلية ما بتفعلوا هذون العوامل ما بتفعلوا 12 و 12 والتسعة والعشرة لكن عنا مين فعل بشكل الأساسي كما شو عن نحكي عن عن ضباط الترمبين اللي هو الهبارين رح يصبت تفعيل عوامل ما قلنا هو مفبت عوامل يصبت 12 والإيداعش والتسعة والعشرة فعال على العشرة بس هو إنه أكثر فعالية على العاشر وأقل فعالية على الـ 12 والإيداعش والتسعة ما حكيت كلا مرماضي شو ما كبير؟ هذول الزرق ومربعات الزرق هاي اللي هي المين هاي اللي هو العشرة الفعال هو فعال العشرة قلنا هذول الزرق هيك وفي عندنا أربع صفحة كنا بأسرع الزرق هذولي كتصبيت فعالية لكن كنا مميز بتأثيره كتصبيت فعالية على العاشر وأقل فعالية على 12 والإيداعش والتسعة عاشر الفعال هذكرتوه؟ نعم يثبت تفعيل التشكل الذاتي للترمبين اعتباراً من بروترمبين تمام راح ما يتشكل الترمبين اعتباراً من بروترمبين كونه مضاد إلو إذن هاي النتائج اللي نحكي نقول ما هي يعني النتائج تأثير المضاد للترمبين الفعال نقول تصوير ما يقول تحويل فبرولوجين الفبرين تثبيت طبعاً كله كله تثبيت 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 الأربع حالة ثمان طيب المضاد العامل العاشر الفعال ترتبط هبارينات مع الانتترمبين تري تثبيت غير مباشر العامل العاشر الفعال دون الحاجة إلى سلاسل طويلة من هباري من ناحية العملي كل ما كان الهباري ذو وزن جزئي منخفض تحويل سلاسل قصيرة كل ما كان تأثيره مضاد العامل عادة الفعال وسيطران نسبة للتأثير مضاد الترمبين يعني كل ما كان قصير تحسن طلقه القصير على قتل قصير والكبيري على قد كبيري ما هيك؟ نعم كل ما كان السلاسل قصيرة كل ما صارت أميز على العاشر صح الله؟ نعم شوفوا كل ما كان الهباري قصرنا سلاسل كل ما صارت أميز بأنه يكون نوعه للعاشر تمام؟ مثال الإنوكسابري أو الإنوكسابري وزن الجزائي مثل 3500 إلى 5500 أنا صغير هذا صغير يعني شيء أربع أو 500 فإن النسبة بين الفعل المضاد العامل العاشر الفعال والفعل المضاد للترمبين يساوي 3.6 يعني هو بالتالي تأثيره على مين أكبر؟ على الأكس على الأكس تمام على أكس أكتيف أكتر من 2 أكتيف ترمبين 2 أكتيف مهيك؟ صح لأنه 3.6 أكبر من واحد لو قد بعضهم كان طلعي نسبي واحد لو تأثيره على العامل العاشر قد تأثيره على الترمبين فعال 3 أكبر من واحد لكن بما أنه 3.6 إذن تأثيره على العامل العاشر أكتر من الترمبين بتلافي فاصل 60 قد تضعافه 60% صح لذا؟ نعم إذن أقوى بتأثيره ثلاث مرات و60% صح؟ نعم بينما التنزبارين لوزن الجزائي بين 3600 وال7500 يعني يعني يوجي 5500 فالنسبة تساوي تقريباً 2 وبالتالي فعلاً مضاف الترمبين أكبر يعني ضعفين فقط يعني التأثيره على العامل العاشر ضعفين تأثيره على الترمبين وبالتالي التأثيره إذا نحكي منقول عن التنزبارين تأثيره على الترمبين أكتر من تأثير الإنوكسابارين عالترمبين أكبر أكبر لكن إذا بدأ إياها أنك تأثير على الترمبين أكتر من ها تنزب معاك كل ما ظهر الوزن الجزائي كل ما صار يتميز بتأثيره على واضحة 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 الفكرة نحبتنا إياها أنا أعامل لكم الرسمي مشان هيك بسطول نفس الشيء نفس المتلق ليس هذا الجدول بوضح النسب بين فعل مضاد العام العاشر مفاعل إلى فعل مضاد الترمبين أكبر هالنسب هي موجودة مع الإنوكسابارين وأقلها مع الأرديبارين والتنزبارين تمام تمام آخر واحد إيها موجودة موجودة مثلا من المقبل ثلاثة فرموتوك تطلها رينك هي إين شوفوا مثلا حاطين إنوكسابارين 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 حاطين إحسي إنوكسابارين تمام والذيكيبارين بعدين لأرديبارين وندربارين ورينبارين وإنوكسابارين وإنوكسابارين جميع الهبارينات تتخرب على اختلاف انواعها بالجهاز الهضمي من طبيع بروتيني ممعكود تتخربها بشكل نهائي وبالتالي لا يمكن اعطاها بلعا تتثبت الهبارينات على عديد من البروتينات المنفيذة في الدم مثل البومين، البولين، العام الرابع الصفيحي، البليت، الفاكتر 4 وعلى خلايا الشبكية الاندوتبيالية نظم الهبارينات ذات وزن جزيلا مرتفع حتى ذات السلسل قصيرة مرتفع يعني كونه بابتداد أقل شيء والتالي ما بحث ان تغادر الدوران مثل بنتشرف صعودي وفل السجر يعني حتى تبقى في الدم كون الهبارينات يبتدي مهما صغرت مهما صغرت، هي اخر شيء خمسة ٥ دارت ٥٥٥ ٥٠٠، ٥٠٠ ٥ تبقى مسلوجي ما في نفوزي شعري، ما في نفوزي شعري، ما تبقي نفوزي من جدران، الأوعي، التموي والتالي راح تبقى بالحيز للبلازمي إذا الهبارينات تقريبا تبقى في الحيز للبلازمي لا، اللي بتجاوز منها قليل جداً، تمام؟ لا تعبر المشيني ولا المصريات، يعني ما بحسن تعبر أشياء طبيعي ما بتعبر، ما حكينا نشوي نفس السبب السابق، وبالتالي يعني السأل الدماغ الشوكي ولا أكام يستقلب الهيبارين الـ UH يعني في الكابل جزئياً نصف عمره أطراح بحيو ساعة ونصف تطرح أما الهيبار عزة وزن جزئي منخفض، تطرح عن طريق الكلية يتراوح نصف عمره بحدود 3-7 ساعات وهذا الكنان، إنه هي من الميزات المفضلة على الـ UH، كون نصف عمره أطول، يعني هاي بحدود 5 ساعات، هذه بحدود 9 ساعة ونصف وبالتالي نحن نستفيد منها إنه ما مكرر الجرعات بستمرار، ما هي؟ هاي شيئاً مهمة كدية وبالتالي خطر تطاول التأثير المضاد للتخثر عند مصابين الحصول الكديم، بصير كبير لك هاي أطراح عن طريق؟ لا شاء أطراحها كلوي، ونصف عمره بحدود 5 ساعات، وما في وصيفة كلوية جيدة وبالتالي راح تضمت بالدم الأطول لسا، راح أطول فعاليتها أكثر، تمام؟ الهبارين غير مجزة، يستخدم عن طريق الوريد، أي هم الجلد؟ الشكل الصوديومي، الشكل الصوديومي منهم، أما الشكل الكاليسيومي فهو تحت الجلد إذا لدينا شكل هبارية المجزة، يوجد عنها صوديومي وريد، وفي عندنا كاليسيومي، عن طريق، تحت الجلد، اسي، هاي شكل مهمة لديها، تمام؟ طيب، ميزات الهبارين ذو الوزن الجزيرة المختفى، مقارنة مع الهبارين ذو الوزن الجزيرة المختفى، أول ساري، نقص المقاومة للهبارين، نقص المقاومة، أي مقاومة؟ قاومة المناعية، المناعية، حكينا عنها من الشرطة، في المخفضية، ما هيك؟ هاي وحدة، يعني باختصار ما بيعمل نقص صفحات محدث بالهبارين، ما يعمل حساسي، تمام؟ هانا واحد من الشرطة، ما بيعوني الشرطة، وبالتالي عملية الهبارين، ما بيسويها يعني، بسميها النقص الصفحات، نقص الصفحات المحدث بالهبارين، HID، هذا بصير مع الUH، ما بصير مع الMMUH، تمام؟ نتيجة التفاعلات المستضدية يعني؟ نتيجة التفاعلات المستضدية، طيب، أشوي تأثير التفاعلات المستضدية مثلا على الصفحات؟ يمنع تجمعها، يمنع تجمعها، ومنقص من إنتاجها أيضا، يعني تأثير مناعي على مستوى نقل العظيم، على تأثير إنتاجها؟ نتيجة التفاعلات المستضدية، تمام؟ نتيجة التفاعلات المستضدية، تمام؟ يرتبط الUH في بروتينات البلازمة، اللي بتعدل فعائته بأدل لزهور مقاومة، يرتبط الMH، أنا أقول الMH، يعني مختصرة، يعني ما في لعا يكون ذات الوزن الجزائية، الصغير، ما أقول ويت، يعني أنا أحاوظها LMH، ما في لعا L M W H، نحن نحكي عنه، لا موليكيول، لا موليكيول بباري، خلاص، نحفظت، إذن ترتبط مع بروتينات البلازمة، غير متعلقة، متخسر، وبالتالي إمكانية المقام تكون أقل، تثبيت أقل وصيفة الصفائحات، خطر أقل، بينما هناك، ما تفعلها؟ تتصبت وصيفة الصفائحات، إذن فهي عندما تصبح مقاومة، ستصبت وصيفة صفائحاتها يوحي كوزار الصفائحات، و ستقلب الإنتاج أيضاً، وبالتالي ستكون لديها متلازمة وصيفة الصفائحات، تمام؟ نفس المشكلة السابقة، السبب أنه تشكل عندنا الضاط، تشكل عندنا الضاط، اللي هي الآجي جي، ترتبط مع الهبارين، وتعطي، تعالى، نرى الدراسة المقارنة، وهذه مهمة جداً، أحددت، إذا قلت قارن ما بين الهبارين القياسة و الهبارين الوزنة، فقالت، قارن، تذكر هؤلاء انتلاح عليك، تكتبه، تعمل جدوى مثل هذه، تكتب هكذا، العلميين، تكتب هكذا، خمسة علامات، إذا قلت قارن من حيث كذا و كذا، أنا أحدد لك، ما سأحدد لك، قارن من حيث الوزن الجزائي، قارن من حيث التوافر، قارن من كذا، شد علي؟ يعني مثلا ست بست تماعش الام شي اما عشر الامع و دقائما هي . هي تعطيك دكتور داعات بتعرفت دكتور اسم افيه قصو الامع ايو تبسو الامع يبسو الامع دكتور هذا بين الاخلام نحضر انو كما لا يحضر و دب ايو اي اي Resource ايه لا تخبرت قاطا كنه اذا اذا السؤال تبيع او يحو تبيع او يحو إذا سنقارب بالهبارين القياسة والوزن المخبر بالناحية الوزن الجزيئة مثل ما حكينا من قليل بحدود 18 ألفوني 5 ألفوني إذا يمتلك فعالية مستفضية هل لا يمتلك شوفوا التوافر الحيوي ضعيف التوافر الحيوي هون جيد شوفوا يعني هون حكينا واحد ومساعة ثلاث ومساعة ثلاث ومساعة مراقب المخبري إن كانت ضرورية فهي تفتس في مخابر خاصة تحتويات تلك تكون عندهم من تلكيط طريق الإدخال إما وريدة إذا كان سوديومي أو تحت الجد إذا كان سوديومي هذاك تحت الجد خطر لنزفه فيه عالة تعمل لكها هذا خطر لنزفه ضعيف كأنه يعني ممكن يتثبت على السلاسل ممكن التأثير مضارف للتخثم هذا 3 زوائد هوني 4 زوائد يعني مين الفعال أكتب الفعال أقرى للوزن المختلف هذا له ترياق هذا ما له هذا له ترياق هذا ما له ضيف هاي الخصيص سأل عنكم نضيفكم إمكانية المعاكس للتأثير بالبروتامين حط لك يهضف لك تحت إمكانية المعاكس بالبروتامين يوعاكس الأول معاكس الهبانيق ياسي هذاك لا يعاكس لا يعاكس لا يعاكس الهبانيق ياسي يعني معلس الجرع السمي نعم أو فرط الجرع لا يعاكس الجرع تمام؟ طيب دكتور بس المراقبة المخبري أش مقصد فيها يعني مسألة تعطي الدور بس حف دم تعايره حديق محضر ما كنت حضران آآ ما كنت حضران هاي أنا شرحت القلطور مهمي جدا ورفقات كل ما حضروا بحياتهم ما بقى حدا يسلم تسجل على دكتور بس أنا سجلت محضران ما تعطيه ما تعطيه محضران سجلت محضران بس على فكرة حتى لو سمعوها صوت ما رح يفهموها دكتور رسل كتير لأنه أثناء الواقب والشرح والجزاء فرق كبير اللي حضر بفهمها طول مطيب ما بنساها طول مطيب ما بنساها طول مطيب ما بنساها بالنسبة مراقبة المخبري وكيف يراقب الهباريين كيف يراقب الوارفاريين كيف يمكن يكتشفى الأمراض محلك مطيب محضر إذا كنتم بالجارب عمله زفي بس غسل وذلي إذا ضفنا في موضوع المعاكسي يصير 14 يصير 14 علامات حلو ما؟ أو سبع علامات سبع حول محمد الله 14 كل مئة حاصلت سنجرة طيب مراقبة العلاج بالهباريين ذو الوزن الجزائي المفيدة هلأ حكينا من شوي إنه غير ضروري في معظم الحالات قد تكون مفيدة في بعض الحالات مدى يكون مراقبة العلاج بالهباريين ذو الوزن الجزائي مفيدة؟ قال إذا كان عندنا قصور قليل ليش؟ لن رح يزداد رح يزيد خطر رزف هنا رح يتطاول عمره كثير ما هيك؟ مزيد فعاريته إذا كان عندنا الكرياتينين أكثر من 2 ميلي جرام بالديسي لتر وذلك لأنه إطراحه كالعوي المرضى البدينون مع تعديل بالحرائك الدوائي كون الشحم نسيج الشحمة تحت الجلد يلعب دور في متصاص الدواء وبالدايق رح يتأثر توافر الحيوية شو يعني؟ رح يقل تركيزه بالدم قل بالدم شو يعني؟ رح يحتبس بالشحم شو يعني؟ التأثير متأخر إليه حتى لو وقفتوا رح يظل التأثير متأخر إليه تماما موهي؟ موهي؟ يعني بظل الشحم هيك عم يودى للدم شوية شوية بتوقفوا وبتلاحظ ظل التأثير لأنه عم يتحرد بشكل بطيء أنه هدول أكثر شيء مثل بربتورات مثل كحول تماما بظل التأثير متأخر هدول تماما؟ يعني لدالي بتحسب حساب شو؟ هدول البديني إذا عطيتهم بتحسب حساب إنه هانا رح يضل التأثير متأخر يكونوا مراقبوا حتى كمان الجرع بجوز متوصل تذكر لو حكينا بربتورات إنه ممكن يظهر اللي بيتخدروهم بالتيوب بدون الصود يمكن أن هذا ممكن يرجعينها مرة ثانية بالتخذير تذكره حكيثا بسبب إنه إعادة تحرر من أسجل شحمية هكذا نحن تحرر من البطل يعني ما ترى كيز إلاجي موضو جمز الإلاجي ما قد اقتل إعجابي بس هوق الأساس موجود تفعالي هوقي نفصل الإلاجي ضيقة يعني كمي صغيرة هوق موجود تفعالي بالأساس عن هو دم مميع بالأساس هو بتنحيزها يعني ما هو منقطع نهائي إذا هو منقطع نهائي منقطع نهائي هو خفيف التأثير لكن هوقي الأساس كان مصبر عند العوام بتخطر ورجالك تكمل أطاضح الأكتيف بيتيتي غير مفيد الفعالية مضادة للترمبين هي مخفبة وبالتالي ما رح يتفيد مراقبته بالبيتيتي معايرة الفعالية مضادة العامة طبعا بيتيتي حكناها مرة الماضية أنه هي مراقبة فعالية مضادة للترمبين أما مراقبة الفعالية مضادة للعام العاشر هي بتكون هنا أكثر ملاءمة كونه نوع عليها أما كونه أغلب المنخفضات في أجل جزئية ما يفعالي على الترمبين فعالية مخفضة على الترمبين وقلنا شفنا قاررنا بين إينوك سبارين والتين سبارين بين تأثير العاشر وإذا من الراقبة فعالية من الراقبة فعالية المضادة للعام العاشر تمام وبالتالي هنا صار بقى ما متوفر كثير بدكيت خاص فيها يعني ما متوفر في مرخاضنا العالي إذا كان متوفر ممكن الراقبة ومن الراقبة قلنا قيمت فيه كان قصور كلوي فيه علم مرضى بدينون مراقبة له دول نرجع للأولي نرجع للأسباب الأولي إذا فيه أهم رائعين لأنه نراقب نرجع للأوليات إذا ما هو قصور كلوي أو بدين نعم شايفين هلأ فيه اختبار تاني مراقبة من إخبار العياج بالهيبارينات اسمه تي سي اي السفلين المفعل شايفين هذا نفس اللي حكينا عنه السابق المراقبة السابقة الفيتتي والفيتتي هلأ في عندنا نقص صفيحات مناعي ونقص صفيحات محدس بالهيباري تعالى نقارن بيننا ما الفرق بين نقص الصفيحات المناعي ونقص الصفيحات المحدس بالهيباري بين HIP فترة الحدوث بنقص الصفيحات السليم نحكي عنه عن HIP بتكون باكرة يعني عندما بنعطي الـ UH خلال أقل من أربع تيام بيظهر لأنه بسعبنا خلال أقل من أربع تيام بيظهر بين نقص الصفيحات المناعي متأخر ما بيظهر لليوم الخامس أو الواحش حد الواحش طيب تناقص الصفيحات معتدل 10 إلى 20% من المقدار البدئي بينما هون أكثر من 30 إلى 50% من المقدار البدئي بالمناعي أن تكون قصيرة تكون قصيرة تواتر الحدوث يعني تواتر الحدوث لهذه النقص الصفيحة مع UH بحدود 30% بينما مع A 30% و الثلاث ماذا أتحدث مع UH مع LMH هؤلاء المقدار البدئي مع الصرحات السليم والوليعي A A مع الصرحات السليم بحدود 10 إلى 30% صحيح هذا مع المناعي مناعي 3% سريرياً غير مرضي غير عرضي ما بتصرد يعني نعم هون حوارس خسري صمي وردي شرياني تطور عابر متدرج نحو الطبيعي خلال في الأيام هون مستمر لألي تفعيل مباشر للصفيحات هون مناعي تشكيل أجسام مضادة تمام الاختبارات لا داعي المعالجة لا ضرورة هناك في ضرورة مضادات فيتامين حيوية هون مضادات تخفر الفديلي مضادات فيتامين كاف أو دانابار وود يعني من الفيتامين من الهبارين معالجة نقص الصفحات المحدثة بالهبارين نقص الصفحات المناعية هل تراكم؟ النموذج 2 هناك مناعية إذن كيف نعالج نقص الصفحات المناعية المحلسة بالهبارين النموذج 2 أول شغلي إيقاف الدواء استعمال الدنبارويد يشاب الهبارين ذو وزن جزئي مخفض آليت عمله تقوم على تثبيت الترمبين بشكل مباشر وله تأثير على عام العاشر أو له استعمال أو ممكن استعمال مضاد تخثر آخر مثل الأردات روبان مثبت مباشر للترمبين إذن المثبتات المباشر للترمبين اللي هي الدنبارول والأركات روبان وممكن نستخدم مضادات الفيتامين كيف طيب في حال حدوث خثار وريدة كنتيجة مثل نحن نحكي نستعمل الدنبارول طيب ممكن استعمال مركبة بشكل وقائي حتى تتعود الصفحات للترمبين لا الاستعمالات السليد الهباري الاستعمالات السليد الهباري إما معالج شافي يعني التدخل إسعافي أو معالج وقائي نحن نحكي عن معالج شافي يعني أنه نتدخل إسعافي ممكن استخدامه في التهاب ورد خثري مثلا صم رئوي خطر شرياني تخطط من أجواب القلب أو طور حاد نحكي عن طريق كلبية أو خلناها خضرية مستقرة طيب وقائي بالجراحة العظمية بالحوضية بالجراحة النسائية القيصادية بالتحال الدموي متلازمة أو ملازمة الفراش المتطويت تعرفوا بشكل عنها خطرات منع ما صرحنا خسرات نتيجة الوضعية بشكل صمات رئوي الجرعات الشافي الوقائي الهباري الكياسي من معالج شافي من أربعين ستمئة واحدة دولية كل كيلوغرام مليون تسلي وريدة الخمسمئة واحدة دولية كل كيلوغرام حقن تحت الجل مرتين الوقائي مستبدل الهباري الكياسي وهباري وزن منخفض معقول الوقائي كل ساعة ومصر أطلع واحد أكيد لا مستبدلوا ممعقول كل ساعة ومصر أغرفه أو يأخذ لحب كل ساعة ومصر طب التالي إذا نستخدم القائم نستخدم كل سبع ساعة نعم فيها منطقي مهي ناقصت راحة الدور ونكمل والله منطني مساحبين لأنه بدأ خلص كونيا نعم 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 الهباري نزل وزن الجزائي مخفض لأنه تسبر المعالج الشافي 80 مليقرام مضادات استطباط وين المحلات اللي ما مستعمل فيها الهباري سوابك تحسس هاي وحدي قرحة تمام أو سوابك حدوث HIT تحسس أو HIT واحد مصر اضطرابات بالإرقاء عند مشاكل الناس فيه بالأساس قرحات عفاجية حوادث دماغية TCA مثلا ارتفاع ضغط شريان غير مسيطرة عليه هي موارع الاستعمال العامي الهبارينات والوارفارينات نفسه شايفين تبخوا الجراحي حديث نفسه يمنع الحقن العضلي أثناء المعالج مضادات تخثر نعم يعني واحد باكم الله التخثر بيجي تعطي أوبرت بنسليم مثلا أو أمبسلين أو أوبرت سلوزفليكس ما تحطي ينزف ما هي ما تحطي ينزف ما تحطي أي حقن عضلي يستعمل بحذر أيضا الهبارينات في حال قصور الكبدوين كذين ومنعدل الجراح حسب الكرياتيين يستخدم الحذر عند ارتفاع ضغط الشرياني الشديد عند المسني طبعا بد يكون مضبوط ضغط المبساطي يكون أقل من الشريات ما واصل الضغط المسيطرة عليه أو سميء سعافي تمام أثناء الحمل بالرغم أن ما بتعبر المسيطرة تمام لكن يفضل الاستخدامه إلا في حذر ولا في حذر يمكن استخدامه عن المردعات لا يفرض مع الحديث تمام لأن ما بيشتغلس لأغشي ينصح بعد مشاركة ينصح بعد مشاركة مع الأسبريين مثلا كوفيدين إنسايتس لماذا تزال 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 تشارك بحذر مع مضاء الفيتامين كاف كما حكينا أنه ممكن نقطعها باليوم كذا ونكمل أيضا مع استرداد البشرية وحالة الخطرة الدنبراويت مشابه لوزن جزائي المخفض يتميز بفعالية مضادة للعامل العاشر استعمال السريري من نقص صفحة حسب الهبارين يعطاه حقنا وريدية من مقدار 2500 تسريب وريدين بالوقاية والخثار العميق نعطيه مرتين باليوم يمكن استخدامه عند حوال مرضعات وتعدى الجراع على قصور كبير كده هذه صنع فهمنا هذه الدراسة المقارنة بين الهبارين والورفارين كمان هبارين طريق الإدخال يا وريدية يا تحت الجزء وورفارين بلع فترة التأثير آني هون بدل 3 أيام لبلش فترة التأثير من 3 إلى 6 ساعات هون بدل 3 إلى 5 يوم الدواء المعاكس هون بروتامين دواء المعاكس هون بروتامين كاف اختبار المراقبي بيتا تي هون بروترومبين مع آي إن آر تمام آلي التأثير بثبت فعالية عوام التخثر بينما هون بثبت الصناعة عوام التخثر المصير تقويض في الكبد لقياسة هون تقويض كله في الكبد عبره المشريمي لا يعبر هون يعبر اختلاف الجواب الفردي وتداخل الدوائي هون ضئيلي بينما هون كبير بسبحرات الدوائي المرد وتداخلات الدوائية والغزائية شايفين اشترون طلعوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر علامات اي المباشرين تسعة علامات تنسى عشر و عشرين كلمة كلمة عن الماشئ كلمة كلمة عن الماشئ واضحة بعكس بعضهم شايفين وصارت الأمور الأسفل بثبتات المباشرة الديزوريدين دبيقاتران اللي بوريدين أرجاتروبان كلها تهازة ثبتات مباشرة للترمبين ديزوريدين مضاد الترمبين بشكل مباشر يثبت ترمبين لأنه فعل الف تكتير عالي هو عديد حوالي خمسة ستين حمضة أمينة التخصص عليه بالهندس الوراسي يحقن تحت الجن مرتين باليوم ومنعالش فيه بلقوضة اثنى عشرين يستخدم من الوقاية من خطرات يمكن استعماله يقدر حدوث النزوف بسبب زيادة الجرعة لا يوجد أي تأثير على الصفحات الدموية لأنه ثلاثة قصيرة مضادة اضباب قصور الكبد والكليش شديدين الأرقا تروبان يشابه الأرجيني يطبط بشكل مباشر وعكوس للترمبي يستعمل عند المرضى المصابين نقص الصفحات محدث بالهبارين يعني اللي بيصير عندنا هاية متلازمة يعني الهبارين جزائية مستبدوب هذا يمكن استعماله أيضا في الداخلات الإكليدية عبر الجل يستعمل تسريب بريده مستمر يضبط بقياس البيتتي كون الهبارينات شايفين كون الهبارينات ونوعية مثلا على الترمبي وبتالي بيتتي مكرراق يستقلب في الكبد ويطرق في الصفراء تمام يعتبر نزف أهم أثر جانبه شي طبيعي يمنع استعماله اللي عنده نزول كل مروتيني منطقي ما أولي شي دبيكاترام هو طريع دوائي حديثة الصنع للدبيكاترام مطبط مباشر للترمبي لكنه فهموي أنا أتحاكم أنا أتحاكم مباشر للتجل مبتين باليوم دبيكاترام صغير وزن الجزية أيضا يصبط بشكل عكوس الترمبي الحر أو المنطبط بالخطرة الترمبي في عنا ترمبي حر وفي عنا ترمبي مرتبط بالخطرة نعم بالارتباط بالموقع الخارجي أو الموقع الفعال الترمبي أيوة شو ربما دبيكاترام بيحل الخطر ويمنع الخطر تمام يمنع الخطر يمنع تشكلها ويساهم في حل الخطرة قليلا وكتير لكن قليلا شو نعم مو من التأثير لأنه يرتبط مع مين مع القربين موجود في الخطر يعمل الوقاية من حواث الوعائي الدماغية عند مرضى غرفان لأذين يمكنهم عندهم حالة لكن لا يستعمل في حال وجود بداء الدسان أهم التأثيرات الجانبية نسف أبتكاسات لا يحتاج مراقع ميخمرية عند الضرورة ممكن نراقب البيتدين تمام كونه مضاد العامل العاشر اللي عامل الترومبين نعد الجراع في القصور الكلي طيب مصبطات العامل العاشر فلصنا الدبيكاتران والأرغاتروبان والديزوريدين ما هيك هل لكم صبطات العامل العاشر الفوندا بارينوكس والأبكسابان والريفة والريفاكسابان توحق لكم أنا نعم 10-2 فوندا بارينوكس اللي هو غير مباشر والريفة والريفة والسوبام اللي هو مباشر فوندا بارينوكس بشكل غير مباشر بنيتوخه ماسيس الكريدي يثبط بشكل نوعي العامل العاشر بطريقة غير مباشر يعني يثبط مع مين أو شيء مع مضاطر بيني 3 فيقوي تأثيره من 3 100 ضعف إلى 1000 ضعف تمام يستعمل مقايم لاحظوا أن استعمالات وكل آتهم وكل آتها فكار وردي عميق يقسم مرياوي يحتشى أضان القلبية ما أعلم كل نفس الأفكار كل نفس الأفكار إذن جراحة وركبية شايفين حاق الداح تجيل الفوندا بارينوكس اطراحوا بولة النزف أهم عرض غير مرغوب فيه وموانع الاستعمال قصر الريفاكسوبام الريفاكسوبام اللي هو صغير الحجم وهذا مصبط مباشر تمام موقع الفعال هو العام العاشر بشكل مباشر عليه مصبطه يعطى فمويا بينما القبله الغير المباشر حقنية حقنية تمام استعمال سريرة وقايم الـ CVA عند مرضى الرجفان الغينة وقايم الخثار وليد العميق السمريعوي علاجهم شايفين نفس الاستعمالات ما في شي جدا ما في الاستعمالات بس واحد تلاحظوه حقنية واحد تلاحظو فمو واحد واحد جرعة كذا واحد 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 شفنا الجدول بينا فوق إذا بتذكر عمضادات الترمبي حكنا من عند إنقسوبارين حكنا عند التنزابارين شفت الفرق بين لا تتخل من عند خاصة صحيحة صحيحة طيب هلأ الأدوية الحادي للخثرة هون ما بتشغل لا على منع الاصطناع عوامد ولا على منع التفعيل وإنما تحب الخطرة متشكلة هلأ نشوف كيف تحب الخطرة بشكلين إما تتدخل بالخطرة بشكل مباشر أو تشوف تمنع تفعيل البلازمينوجين جاء بالدورة إما بتأثر على البلازمين الموجود في الخطرة أو على البلازمين الجاء في الدورة تستعمل عند مرضى انصمام الخطر الحال حيث تقوم بالتحويل البلازمينوجين للشكل العاطئ إلى البلازمين ثم تحويل البلازمينوجين إلى بلازمين وهو فعال في حل الخطرة بالدورة يكون okay هو مولد البلازمين تحويل إلى بلازمين البلازمين مارس دوره والبروتين الأن الرد بدخول القصص بهنشر يفرط الخطرة إذن يأثر على ويبنع الفبرين ويبنع ارتباط ويبنع ارتباط ويبنع ارتباط ويبنع تفعيل الفعالي اكبر عما بتكون الخطرة حديثي شي طبيعي يعني مثل انا اهل لحظة مثلك افترض انت هلأ كنت عتعمل بلوك بطين جديد بطين جديد تفشوا هيك ماذا بطير استنى بعد ما ينسقى ويكمل استنى لاخر نهار ارتع هدو صعب هذه الدماء ويبنع ما تكون خطرة جديدة استعدة تكون يعني الالتصاق تبعها اكتير استعد ورش وبالتالي كل ما بكر واحد في علاج المصابين بالخطرات كل ما كانت فعالية محالات الخطرة اقوى لذلك مريض احتشاء او مريض الصمات الرئوي او الوريدية كل ما بكرت بالمجيء والتشخيص كل ما كانت فعالية اقوى تمام تفشى المعانجة في 20 مم من حالات 15 مم من الشرين تكون مفتحها باستمادوا تغلق من جديد اهم الأدوية المستعملة يعني الحال للخطرات شوفوا استرطوكيناز والأنستربلاز هذه المشتقات من جراسيين تصنيعهم الأوروكيناز مستخص من بولي الإنسان لألتبلاز وردتبلاز بالهندسي وراسي طلعوا هناك تلاحظوا انه أغلى شيء سنلاحظوا بالهندسي وراسي نعم يصل إلى عشر أضعاف المشتح من الجراسي أغلى 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 طيب استرطوكيناز طبعا أقول لكم صلفا الأنستربلاز هو عبارة عن مشترك من استرطوكيناز مع بلازمينوجين هذا أنستربلاز هو مشاركة بين استرطوكيناز مع بلازمينوجين هل يتأثيراً؟ يرتبط السرطوكيناز بالبلازمينوجين يحاول البلازمين فعال بلازمين يقوم يمكن أن يؤدي هذان الدوائين إلى جواب مناعي لماذا؟ لأنه لا نشاء نجرسون طيب الأوروكيناز من بول الإنسان يفعل البلازمينوجين بشكل مباشر أمام طيب التبلاز الذي منهندسي وراسي غار الثمن التبلاز يدعى التبلاز أيضاً بالبلازمينوجين النسيجة المفعل التبلازمين تذكروا هذا يعني هو يشابه تبلازمينوجين كأنه تبلازمينوجين لسيجة مفعلة نسيجة مفعلة نسيجة مفعلة التنكتبلاز نصف عمر أطول ونوع على الفبرين ألي التأثير إفتن ضعيفي تجاه البلازمينوجين الحر لكنه يرتبطان بسرعة باللازمين المرتبط بالفبرين وبالتالي يعتبر نوعيين للفبرين يحل الخطرة فوراً يقطف التأثير بإجراءات خفيفة على حل الفبرين دون تخليب روتينات أخرى خاصة الفبرينوجين معناته البلازمينوجين الموجود في الدوران لم يفعل عليه مثل التبلازمينوجين إنما وين تأثيراً مباشرة على الفبرين هذا المطلوب هذا المطلوب شو بدنا من تلف هكذا تماماً التبلازمينتمية لكن أقل نوعية على الفبرين يعني التبلازمينوجين أفضل واحد ما هي أهم من الاستعمالات السريرية لأدوين حال الخطرات؟ السم الرئوية خطيرة السم الرئوية خطيرة سم الرئوية خطيرة سم الرئوية عمير شديد سم الرئوية خطيرة سم الرئوية خطيرة السم الرئوية سم الرئوية خطيرة سم الرئوية خطيرة سم راحب التبلازمينوجين سم راحباً سم الرئوية خطيرة سم راحباً موضوع في حل فبرين السم الرئوية خطيرة لا مرخصاً، يجب على جرس المنفق لا، لم يكن مرخصاً، من قبل الثورة كانت مدرات حقه ابو الأنزارة غيرات وغلاء كان حقه أطلقه يجب أن يموته، يجب أن يكون نعم، ما يستطيع أن يكون هذا الخط حيث، الناس استخدمنا الحالات فسرعت وقامت لديهم النزف هل لدينا أدوية مضادة لحالات الخطرة أدوية مضادة لنزوف، الآن مضادة لنزوف سنحكي عن أدوية مضادة لنزوف، لا، مضادة لحالات الخطرة أدوية مضادة لحالات الخطرة وحقه جرعة مفرطة في حال تتاوز الجرعة المسموحة لمضادة الخطرة يمكن أن نستعمل أمينو كابرويك أسيد أمينو كابرويك أسيد، كما رأيت أنبولاد يسمى بامبارازي يثبت تحلل الفبريد يثبت تحلل الفبريد عاكسها عن طريق خصر تنافسة لتفعيل بلازمينوجين يعني ما بتحلل بلازمينوجين يضل بلازمينوجين على حاله وبالتالي ما راح بقى يتحلل الفبريد إذاً تطبيط البلازمينوجين يثبت تحلل الفبريد ترانيكساميك أسيد يشابه الليزين والحمد أميني يتنافس على مواقع ارتباط الليزين على البلازمينوجين والبلازمين وبالتالي يمنع ارتباط البلازمين بالفبريد إذاً يرتبط على الليزين الليزين وبالتالي ينافس البلازمين على الفبريد وعندنا الليزين هو موجود في الفبريد تمام؟ يجي البلازمين يرتبط باللزين الموجود هنا يكون يجي ترانيكساميك أرطبط محده نخلق الشيط شير شير تمام؟ تمام؟ الأبروتيني هذا من يصبب؟ الجائل مر البلازمين المرتبط بالخطرة ثم صببت الجائل يستطيع أن يأتي الحل يبدو الحل إذاً سنلعق ترانيكساميك أمينكساميك أخضروا يصببوا البلازمين المرتبط بالخطرة أما الامبروتيني تتطبط البلازمين جائل اللي ناوي يجي لحد الخطرة معادينا وقفل أخيرها لا كل واحد كله كله كويس واحد شكل مباشر واحد شكل غير مباشر تمام لازل نقطر لتلاتي نحن في الحالي هاي لا واحد طيب شوفوا المخطط شوفوا المخطط طلع مخطط البلازمين وجين يتحول إلى البلازمين صح ويقوم بحل الفبري لاحظوا مو هيك الامينوكوبرئيك والترانيكساميك يصبطوا البلازمين وجين صح الابروتينيين يصبط البلازمين هذا بشكل مباشر هدول لها شايفين وبالتالي شوف البلازمين بالأساس كانوا يحل الفبري إجاد السندرون ها 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 الامينوكوبرئيك والترانيكسامي ها 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 بشكل مباشر تمام هذه هي جهة التفعيل عام التخثرين هو التنشير هذه عملية الألقاء هذه على اليسار عملية استرار الألقاء بشكل طبيعي هنا التصوير يستخدم مميئ يعني يستخدم حالات خطرة هنا نحن نحن عن حالات خطرة لأننا نحن نحكي من بعد الترمبين باتجاه خطرة تمام على اليسار كان مزيد حل الخسرة على اليسار لا تشكيل خطرة هو السلوك الطبيعي للتشكل الخطرة لينكم هذه الأجميع مضم تجمع صفحات أسفلين تلفتغرين تيروفيبان تيفيباتيد أبكسيماد أ أ أ أ أ أ مضارة تخفر وعفارين تجاريدين ال WH يعني ايبارين اليحالة خطرات التبلاز تي بي إي أنستربلاز ستوكيناز التبلاز كل ما تمام تمام تعالى نشف الصورة بتلخص كل ما سبق. كل. شوفوا. خارجي. داخلي خارجي. شوفوا تأثير عوام تخسر بلوتين سي. و ايسة للطبيعيات المميئة بشكل طبيعي. في بصفة العامل اللي هون شايفينه. العامل التنضاعش. هم نحكوا هون شوك الطبيعي. اللي بقوم عامل التصاع. كمان بصفة شوفوا. عامل خامس مثلا. تذكرين عن. تذكرين الشرح لكل. كل شارحينا. روغة عامل اللي خطط. عبي لك وين اماكن التأثير. عمي ذكر لك وين اماكن التأثير. عامل آ pearl now. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxckx65xxxxx شكرا للمشاهدة